بعد عامين من جائحة كورونا يعاني المسافرون حول العالم من تأخير وإلغاء الرحلات وامتداد الطوابير الطويلة في المطارات التي تكافح للتعامل مع نقص الموظفين والطلب المتزايد على الرحلات الجوية مطار جاتويك البريطاني اضطر لخفض عدد رحلاته اليومية خلال الصيف بسبب نقص الموظفين إذ قلص أكثر مطارات لندن ازدحاما عدد رحلاته اليومية في شهرين يوليو وأغسطس مقارنة بتسعمائة رحلة يومية قبل جائحة كورونا كما خفض مطار شيبول في أمستردام جدول رحلاته لشهر يوليو قائلا أن النقص في موظفي الأمن يعني أنه لا يمكنه التعامل مع الطلب المرتفع وسمح أكثر المطارات ازدحاما في كندا لبعض الموظفين الذين لم يحصلوا بعد على شاراتهم بالعمل مؤقتا تحت إشراف موظفين معتمدين وفي أستراليا نظم مطار سيدني معرضا للوظائف للبحث عن خمسة آلاف موظف جديد للعمل في مجالات متنوعة بداخل المطار اشتركوا في القناة